وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لكافة أنواع الجرائم وضبط الخارجين عن القانون وتمكنت من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في كافة مجالات العمل الأمني تتواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية في كافة مجالات العمل الأمني لمكافحة الجرائم بشتى سورها وتصادل العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون وهو ما يسهم في بسط الأمن والنظام في كافة ربوع الوطن وقد أصفرت تلك الجهود عن نجاحات أمنية كبيرة في كافة المجالات ففي إطار مكافحة جرائم تزوير المحرارات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ظهور العديد من المحرارات الرسمية المقلدة بخاصة رخص تسيير السيارات والقيادة وضعت الإدارة خطة بحثهم محكمة واستخدمت التقنيات الحديثة وتمكنت من ضبط المتورطين في هذا النشاط الإجرامي تشكيل عصابي تخصص في تزوير رخص القيادة وتسيير السيارات لا سيما سيارات الإعفاء الجمرقي وأقر بنشاطهم الإجرامي وتم ضبط الأدوات والمعدات المستخدمة في التزوير كما نجحت الإدارة بالتنسق مع قطاع الأمن العام ومدريات أمن القاهرة والسويس والقليوبية وكفر الشيخ وبورسعيد في ضبط عدد من السيارات التي تم تزوير تراخيص سيرها وعلى صعيد أمني آخر وفي إطار الحفاظ على تراث مصر وإرسها الإنساني والحضاري من عمليات النهب والسرقة فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار بقطاع شرطة السياحة والآثار من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لإدقاره في مخطوطات وقطع أثرية وبحوزته مجموعة من العملات مختلفة الأشكال والأحجام ترجع العصور المختلفة ومجموعة من المخطوطات والمضبوعات والشهادات الدراسية القديمة وتخضع المضبوطات لقانون الآثار وقانون الوثائق والمخطوطات في ذات الإطار استهدفت الإدارة شقة تخذها صاحب مكتبة وشركيه مخزن للإدار بالمخطوطات والكتب الأثرية القديمة والمجرن تداولها وتمكنت من ضبط وثائق ومخطوطات وكتب أثرية بقصد الإتجار بها كما نجحت في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة وبحوزته 25 تمثالا مختلف الأنواع والأشكال والأحجام وقطع وعملات أثرية تعود للعصرين الفرعوني والروماني وعلى صعيد التصدي لجرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية أصفر الجهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة عن ضبط مكتبة بالقاهرة لقيام صاحبها ببيع وتخزين العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية بدون تفويد أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وأصفر التفتيش عن ضبط أكثر من 170 ألف كتاب دراسي خارجي واستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في التصدي لكافة الجرائم تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري بقطاع أمن المنافذ من ضبط كمية من المكاملات الغذائية والأدوية الطبية محزور استراضيها دون موافقة الجهات المعنية وبلغت الرسوم الجمهورية المستحقة عليها 30 مليون جنيها عبدالله بركات التلفزيون المصري